هنروح للسكواش وبطولة الجونة الدولية للسكواش اللي بتتلعب هذه الأيام مصطفى عسل نجمنا ونجم مصر يواجه مازن هشام في ربع نهائي البطولة طبعا بطولة الجونة بينتظرها الجميع لأنها أحد البطولات الكبرى في السكواش والمدرجة على البي اس اي بطولة الاسكواش مصطفى عسل لعب النادي الأهلي والمصنف رقم 2 في العالم دلوقتي هيلعب مع مازن هشام لعب نادي ودي دجلة في دورة الثمانية في بطولة الجونة الدولية واللي بتتلعب في الفترة من 26 مايو اللي احنا فيه وحتى 2 يونيا اللي جاي الماضي هيكون في حدود الساعة 9 ونص أو 10 بالليل ليه بنقول كده على حسب المبراءة اللي قابليهم عن الملعب الزجاجي بالمرسى السياحي بمدينة الجونة مصطفى كان بدأ مشوارهم من دور 32 وفاز على زميله يوسف إبراهيم لعب ودي دجلة بنتيجة 3-2 وبعدين فاز على الولزي جويل ماكين في دور 16 من دجلة 0 وبإذن الله في حالة فوز مصطفى في دور 8 على مازن هشام هيكون هلعب الكسبان من الإنجليزي محمد الشرباجي والنيوزيلاندي بول كول يا جماعة ده كلاكت مثلا نقول 30 مرة يعني لو مصطفى عسل قابل محمد الشرباجي أو بول كول ده كلاكت مثلا 9 مرة أو 10 مرة السنة دي السنة دي بس مصطفى أحمل لقب البطولة اللي فاتت واللي كان فاز بيها بعد فوزه على النيوزيلاندي بول كول في النهائي ألف يعني مبروك ليك مصطفى على المستوى اللي انت وصلت له ونتمنى لك الاستمرار على ذلك نتمنى لك البقاء على صدارة التصنيف نتمنى لك التقدم انت لسه سنك صغير يمكن قبلتك شوية مطباط يمكن بدأت تغير من المنتالة بتاعتك في أرض الملعب طبعا ده احتفال مصطفى عسل في أحد البطولات على طريقة مؤمن زكريا ولكن خلينا أقولكم ان مصطفى عدل كتير من المنتالة بتاعته عدل منطلات لعبه يعني يمكن مصطفى شاب في البداية في حماس بياخده في الملعب يمكن ده اقعه شوية في بعض المطباط ولكن اللعب بيتطور وده بيتطور ومن تلت بتاعته بتتطور على مدار عمره نتمنى كل التوفير لمصطفى لعب النادي الاهلي ومنتخب مصر